الأخبار من الحدف القادم يستهل زيارته رسمية الأولى للرياض بمباحثات مع ولي العهد السعودي غدا تحذيرات السيسي إثيوبيا تتحدث عن استئناف مفاوضات سد النهضة ولكن برعاية إفريقية واشنطن تعلن حصولها على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لأسار ضحايا حديثي السفارة والمدمرة يو اس اس كورب أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية جديدة برفقتنا نبدأها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية القادم إلى السعودية حيث عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة محدثات بقصر اليمامة في الرياض مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي والذي وصل إلى العاصمة السعودية على رأس وفد وزري كبير وكان القادمي استبق زيارته الأولى للمملكة بتغريدة له على تويتر قل فيها إن زيارته تهدف إلى توطيد العلاقة الثنائية بين البلدين إضافة إلى إرساء آفاق تعاون والبناء وتكامل بين دول المنطقة بما يخدم مصلحة واستقرار الشعوب وللمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا من الرياض مفدل حدث زميل ماجد حميد ماجد أهلا بك حدثنا أكثر عن أفق التعاون وما هو البرنامج وما هي أبرز النقاط من هذه الزيارة نعم البرنامج يشمل على عدة محاور سياسية واقتصادية وأمنية وبناء عليه تم اختيار هذا الوفد الكبير من الوزراء وعدد من المستشاريين والمحافظين برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الذي ما زال متواجدا برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر العوجة حيث هناك يلتقي أيضا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتم أيضا مناقشة عدد من الملفات الأمنية والسياسية وسيتم توقيع خمسة مذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتجارية وكذلك إسكانية وأعلامية وثقافية بحضور عدد من الوزراء من كل الجانبين هذه الاتفاقيات تأتي مكملة في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي والذي عقد لأكثر من مرة وأيضا تم توقيع أكثر من اتفاقية وبناء عليه تم افتتاح منفذ عرعر قبل شهرين من الآن أيضا رئيس الوزراء استحب محافظين المحافظات الحدودية العراقية مع المملكة العربية السعودية محافظة الأنبار والمثنة وسيتم زيادة التبادل الدجاري من خلال منفذ عرعر وكذلك وضع آليات لإفتتاح منفذ الجميمة وهو المنفذ الثاني الذي يتم التخطيط لإفتتاحه ما بين العراق والمملكة العربية السعودية أيضا سيتم اللقاء مع ما يقارب 17 شركة أو ممثلي هذه الشركات ورؤساء هذه الشركات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد ساعتين من الآن لمناقشة الفرص الاستثمارية ما بين العراق والمملكة العربية السعودية بحضور رئيسة هيئة الاستثمار وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غرد قبل مغادرة الأراضي العراقية ووصف العلاقة بالمتميزة مع المملكة العربية السعودية وتحدث عن آفاق كثيرة يتم التنسيق ما بين البلدين لإنجاحها نستطيع القول ماجد بأن العراق اليوم يبدأ مرحلة تحولات جديدة فاصل فيما يتعلق بالاقتصاد وفوق التعاون مع المملكة العربية السعودية نعم رئيس الوزراء عندما تسلم منصبه وأمام البرلمان العراقي تحدث بضرورة الانفتاح على المملكة العربية للعراق وتوجه ذلك بعدة اتصالات مع المملكة العربية السعودية وكان من المفترض أن تكون هناك قمة ثلاثية ما بين العراق ومصر وكذلك الأردن لكن تم تأجيلها بسبب حادثة السفينة في قناة السويس على أن يعقد خلال الأيام القليلة الماضية لذلك رئيس الوزراء لديه توجه بأن يكون هناك انفتاح للعراق مع المحيط العربي ومن أهم هذه المناء الدول وهي المملكة العربية السعودية لما تملكه من اقتصاد وتأثير سياسي وأمني في المنطقة وهذا معكد عليه رئيس الوزراء وسيتم مناقشته مع ولي الأهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على كل حال سنكون في متابعة لكل هذه الخطوات نشكر لك هذه المداخلة ماجد حميد رفقنا من المملكة العربية السعودية تحديدا من الرياض وأيضا لتعليق أكثر حول هذه الزيارة الزيارة ينضم إلينا من بغداد مع نجمور البحث في أشؤون السياسية والأمنية والعراقية أهلا بك أستاذ معنا برفقة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية أهمية ودلالة هذه الزيارة لرئيس الحكومة السيد القادمي مساء الخير لك سيدتي وأستاذ المشاهدين حقيقة تعد طفرة نوعية في العلاقات الاستراتيجية لعودة العراق إلى حاضنته الطبيعية ومحيطه العربي وتحديدا من أوسع أبواب مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى وراعية السلام وراعية الإعمار وراعية العلاقات والضغط الذي تحملته صراحة نتيجة الكثير من المعاوقات والمناغصات التي رافقت محاولات عودة العراق إلى محيطه العربي وطبعا نعلم أن هناك ضغوط محلية وإقليمية ودولية للحيلولة دون أن يأخذ العراق مكانه الطبيعي الذي كان عليه ولكن شجاعة وأصرار خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بصراحة أسست إلى هذه القاعدة وتطلعات الشعب العراقي يعني هذه جاءت متناغمة ومتفائلة لنظر التفاؤل للشعب العراقي الذي يطمح في أن تحقق له هذه العلاقات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي إلى استقرار المنطقة وبالتالي تنعكس على الخدمات وتنعكس على الوضع في الشرق الأوسط وبالتالي أن هذه الخطوة تعد خطوة جريئة وكبيرة وطبعا نتمنى هنا هذه تطلعات من الشعب العراقي نتمنى أن تحتضن المملكة العربية السعودية العراق أيضا للدخول إلى مجلس تعاون دول الخليج العربي كونه يمثل صمام الأمان ويمثل الشقيق الحارس الأمين للمنطقة كما كان في السابق على هذه الأساس هذه الاتفاقيات وهذه المعاهدات التي وقعت وستترجم على الواقع سوف تنعكس في صالح الشعبين الشقيقين وأيضا في استقرار المنطقة في استقرار الشرق الأوسط التي يشهد انعطافات كبيرة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري والأمني وكذلك المتغيرات التي تحدث في المنطقة بشكل عام صحيح سيد معا يعني بالمناسبة إلى أي مدى أيضا هذه الزيارة تعكس ما وعد به رئيس الحكومة العراقي السيد القادمي عندما تحدث بأن سياسته الخارجية ستكون قائمة بين التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور هذه ترجمة حقيقية إلى هذا الهدف المنشود الذي طالما دفع ثمنه الشعب العراقي غاليا في السنوات السابقة نتيجة التمعور مع الجانب الإيراني حقيقة وحتى التأثير التركي على العراق وأن يكون هناك توازن في العلاقات أي أن العراق سيصبح أنصر توازن كونه يمثل أيضا موقعا ستراتيجيا من الناحية الجغرافية من الناحية الجيوسياسية من الناحية الجيوعسكرية هذه كلها تعطي العراق زخما عندما يدخل إلى حاضنته كما ذكرنا ويأسس إلى أن المنطقة هذه ستعود إلى وضعها الطبيعي هذا يترجم ما تفضل به السيد الكاظمي وهنا خطوة شجاعة كما ذكرنا وجريئة في أن تترجم هذه الاتفاقيات على الواقع وخصوصا ما سيتم اتخاذه من استثمار اقتصادي وتعاون أمني وسياسي بين البلدين الشقيقين من خلال ما تفضلت به سيد معن هل يعني أن العراق اليوم يبدأ بمرحلة تحولات جديدة مع محيطه العربي نعم وهذا طموح طموح الشارع العراقي وطموح الشعوب العربية حقيقة في أن يعود العراق إلى حاضنته ووضعه الطبيعي وكما ذكرت من أوسع الأبواب للمملكة العربية السعودية من ثقل سياسي وثقل اقتصادي وثقل أمني في المنطقة وفي العالم أجمع لا ننسى أن المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الدول العشرين وإن لها وزنها وتأثيرها على دول العالم أيضا حيث أن المعادلة ستتغير في المنطقة وعندما يكون العراق حقيقة ركيزة أساسية ويشكل ثقلا مع ثقل المملكة العربية السعودية مع الدول العربية هذا يؤسس إلى أن تكون هذه الدول وتكون هذه المنظومة عقيقة ذات موضع احترام وتقدير من قبل الدول الإقليمية والمنظومة الدولية أيضا لما لها من وزن وما لها من تغير على العلاقات القادمة المنطقة ستشهد شرق أوسط جديد ستشهد علاقات اقتصادية جديدة فتح الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية وزيادة المعابر وللتبادل الاقتصادي التعاون الأمني أيضا له ثقله في استقرار المنطقة هذه كلها حقيقة مرحلة جديدة ننظر لها بعين التفاؤل والأمل بما تبقى لي من وقت سيد معا دعني أطرح عليك هذا السؤال إلى أي مدى سيستطيع سيد القادم المضي قدما بهذه الخطوات بالرغم من معرفة الجميع بأن هناك ميليشيات تحمل السلاح هناك سلاح متفلت في العراق بالإضافة إلى أذرع إيران العسكرية سيضعف دورها أمام إرادة الشعاب حقيقة أربعين مليون عراق يتطلعون إلى هذه المرحلة القادمة لما تقدمه لهم من خدمات الشعب دفع ثمنا غاليا لتصرف هذه الميليشيات للأحزاب الموالية لإيران للتدخل الإيراني والإقليمي في المنطقة لذلك هو مسلح بإرادة الشعب أولا دعم عربي وإقليمي ودعم دولي هناك أيضا رعاية دولية لهذه الانفتاحة ولهذا الأفق الجديد هذه كلها تؤسس إلى أن الكاظمي سيمضي قدما رغم الصعاب ورغم العراقيل ولكن تطلعات الشعاب هي من تقرر مستقبل العراق نشكر لك هذه المشاركة معنا وهذه التوضيحات من بغداد معنا لجبور الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية شكرا لك نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل عبور أكثر من ثمانين سفينة في مجرى قناة سويس والبدأ بتحقيقات حول جنوخ السفينة أفر جيفن ترجمة نانسي قنقر 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 واشنطن تعلن حصولها على ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار من السودان كتعويضات لأسر ضحايا حديثي السفارة أو السفارتين والمدمرة أهلا ومرحبا بكم من جديد دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض بناء حول ملف سد النهضة الإثيوبي بما يلزم أطرف الإثيوبي بعدم الملأ من دون موفقة الأطراف المعنية وخلال مباحثاتها مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث أوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن بلادها لجأت للألية الربعية للوساطة بعد مراوغة إثيوبيا لكسب وإكمال عملية الملء الثاني للسد من جهاته أمن المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل للاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة مؤكدا اهتماما لولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي موضحا أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف على الجانب الآخر قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركو ستيكيلي ريكي في رد على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أنه سيتم استئناف المفاوضات مع مصر والسودان قريبا للتوصل إلى اتفاق مرضي مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي وأدف ريكي أنه لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميا بشأن لجنة الوساطة الربعية التي اقترحها السودان مؤكدا أن أديس أبابا تتطلع إلى المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية كما أوضح السفير الإثيوبي أن بناء سد النهضة لن يسبب ضررا لدولتي المصاب مشيرا إلى أن من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق سريع بين الأطراف الثلاثة وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر أمس من محاولات المساس بحصة مصر من مياه النيل خلال الأسبوع القليل القادمة هيبقى فيه تحرك يعني إضافة مفاوضات في هذا الموضوع ونتمنى أن احنا نصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد احنا مكلمش كثير بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب احنا مبنهددش حد لو سمحتوا احنا عمرنا ما هددنا ودائما نحوارنا رشيد جدا وصدور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي حب فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد تصريحات رئيس السيسي لقت أصداء واسعة حيث اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للحدث أن سد النهضة يمثل قضية رئيسية لمصر والسودان وإثيوبيا مؤكدا دعم واشنطن لجهود تعاون البناء من أجل التواصل لاتفاق حول السد وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أكدت فيه دعمها ومسندتها لمصر والسودان شدد على أن أمن مصر والسودان المائي لا يتجزأ عن الأمن العربي وأن السعودية تدعم وتساند أي مساعي لحل ملف سد النهضة بما يرعى مصالح كل الأطراف وأكد البيان السعودي على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم في أقرب وقت وفق القوانين والمعايير الدولية فيما أكدت الإمارات في بيان لخارجيتها على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الديبلوماسي البناء والمفاوضات لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة وشددت على أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي وزارة الخارجية البحرينية أصدرت كذلك بيانا أعلنت فيه عن تضامن البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة مؤكدة دعم المنامة للشهود المبذولة لحل أزمة تشغيل وملء سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية لدول منصب نهر النيل وفق القوانين الدولية كما أعربت الخارجية العمانية في بيان لها عن تأييد حل الخلاف بخصوص سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحفظ حقوق جميع دول حوض النيل ويحقق الاستقرار للمنطقة أيضا عبر البرلمان العربي عن تضامنه وتأييده التام لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل ومساندة أي مساع تسهم في حل هذه الأزمة عبر توصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وللحديث أكثر عن الكلام الذي توجه به الرئيس السيسي وأيضا عن ردود الأفعال ينضم إلينا من القاهرة أو تنضم إلينا من القاهرة سيدة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية أيضا يرافقنا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي خالد الفكي أبدأ معك بالنسبة لردود الأفعال المملكة العربية السعودية قالت بأن الأمن المائي وأمن مصر هو جزء من أمن المملكة أيضا البحرين أيضا ردود فاعل غربية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أيضا من بريطانيا ماذا يعني كل هذا الدعم برأيك وإلى أي مدى سيؤدي إلى فتح أفاق جديدة بالنسبة للمفاوضات أهلا وسهلا بالطبع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثارت العديد من ردود الفعل ردود فعل داخلية كان هناك ترحيب واسع في الداخل المصري الذي أصبحت قضية سد النهضة هي قضية مؤرقة لكل مواطن مصري وكان غالبية قطاعات الشعب المصري تريد أن يكون هناك موقفا حاسما في شأن هذه القضية وبالتالي جاءت هذه التصريحات لتجد ترحيب واسع في الداخل المصري ردود الفعل العربية هي بالفعل ردود قوية المملكة العربية السعودية التي اعتبرت أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن القوم العربي وأيضا ردود الأفعال من سائر الدول العربية ومن أيضا البرلمان العربي وغيره من المؤسسات العربية وأيضا منظمة التعاون الإسلامي كل هذه الردود الأفعال هي سند قوي للدولتين في مواجهة هذه القضية والتصريحات الصادرة من أمريكا ومن واشنطن وأيضا تصريحات المبعوث الأمريكي في الخرطوم وتصريحات وزيرة الخارجية السودانية كله يؤكد أن تصريحات الرئيس السيسي أثارت ردود فعل وسعة وأنها كانت رسائل قوية تحذر المجتمع الدولي وتحذر القيادة الإثيوبية من عواقب ترك الأمر بدون أن يكون هناك اتفاق ملزم ينهي هذه القضية ويحافظ على مصالح الشعوب السلاس وأيضا استقرار وأمن المنطقة وبالتالي يتوقع أن يكون هناك خطوات تبلور هذه الوساطة الأوروبية الأمريكية التي أعلن عن استعدادهم للوساطة بشأن سد النهض نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أذهب الآن أيضا إلى ضيفي الأستاذ خالد الفكي أستاذ خالد كنا قد تبعنا بأن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي التقت بالمبعوث الأمريكي الخاص بالسودان دونالد روث برأيك ما أبرز ما تطرق له الحديث والذي جرى بين الجانبين بالنسبة طبعا لمعضلة سد النهضة نعم يعني بدأ لابد من الإشارة إلى أن حكومة الفترة الانتقالية بغيارة عبد الله حمودوك وأيضا المكون العسكري ارتغت بملف سد النهضة إلى أن يكون هو ملف أمن قومي خلاف التعامل الذي كان يجري خلال العهد البايد هناك لجنة مكونة من عضاء المجلس السياد ومجلس الوزراء والاستخبارات العسكرية والأمن والمخابرات تتعلق بالنظر في تطورات هذا الملف أعتقد بأن الآن التحركات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الاتحاد الأفريقي والدول العربية هي الآن تؤكد على أن ما تسب فيه السودان ومصر هو الاتجاه الصحيح حيث أنه لا بد أن يتم ناقشة هذا الأمر وحل القضية من خلال الحوار السيدة الوزيرة ركزت على ضرورة أن يكون هناك حوار ومفاوضات تحفظ حقوق الدول السلاسة خاصة بأن هذا السد إذا تم إنشائه بذات الطريقة التي تسب فيها سيوبيا يهدد نحو 20 مليون سوداني خلف السد وهذا العدد هو نصف عدد سكان السودان هم هددون بالغرق أيضا الأراضي الزراعية أيضا هناك مخلفات آسار بيئية إذن هناك أضرار بارزة ستكون على السودان فبالتالي الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يركز ويشدد على ضرورة إيجاد مخارج آمنة ومسارات تراعي حقوق الدول السلاسة وأن تكون هناك وساطة مقبولة للأطراف بالعودة إلى لقاء وزيرة الخارجية السودانية هل يعني أن التدخل الأمريكي ربما يحمل انفراج ما؟ دون أي شك الولايات المتحدة سيكون لها تأثير على مستوى الإقليمي والمستوى الدولي أعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال قيادة لهذه الوحسات والمفوضات وبطلب من السودان سيكون لها تأثير في إغناع القيادة الأسيوبية أعتقد بأن السودان الآن يركز على ضرورة إزعان السيوبية إلى الوساطة الربائية إلى النظر في اللجندات والمحاور التي يمكن أن تلملم يعني أطراف هذه القضية وتجعل هناك مخرجا آمنا من هذه القضية خاصة أن شهر يوليو يقترب وأن السيوبية الآن هي بدأت في خطوات عملية من خلال إزالة بعض الغابات وبعض المناطق التي قد تسبب في عاقد الملء الثاني فبالتالي الآن لا مفرر لأسيوبية سوى اللجوء إلى خيار الحوار والدلوس إلى الوساطة الربائية والاستماع إلى الحلول للمقترحات المقدمة والتي اقترحها السودان من قبل أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد خالد أعود من جديد إلى سيد الحسيني سيدة أسماء نلاحظ كأن هناك تناقض في الموقف الأثيوبي من جهة كنا قد تبعنا من خلال عاجل بأنه بدأ بإزالة الغابات ومن جهة ثانية هو يتحدث بفقا لما جاء على لسان السفير الأثيوبي بالقاهرة بأنه منفتح على المفاوضات برعاية أفريقية ما تفسيرك لهذا الموقف نعم رغم ما يبدو من حديث السفير الأثيوبي بأنهم منفتحون على حل وأنهم سيصلون إلى اتفاق مع مصر وسودان وهذا هو بالطبع أول رد فعل على تصرحات الرئيس السيسي لكن هذه التصرحات الأثيوبية هي تصرحات مرسلة لا معنى لها في ظل بقاء الوضع كما هو وفي ظل أزمة ثقة عميقة لا يمكن أن تعيد البلدين مصر والسودان مرة أخرى إلى مفاوضات دون أن يكون هناك ضمانة لهذه المفاوضات عشر سنوات من التفاوض وجولات إسر جولات في واشنطن وأيضا في إطار الاتحاد الأفريقي بدون جدوى وبدون أي عائد لا يمكن أن تعيد البلدين إلى نفس المصر لابد أن يكون هناك وساطة أخرى التي اقترحتها مصر والسودان وفقط عليها مصر الوساطة الربعية وماذا يدير إثيوبيا أن تقبل الوساطة الوساطة هي آلية للتوصل إلى اتفاق سيكون ضمانة لهذا السد وسيكون كفيل بحل أي مشاكل تنتج عنه ويجنب الدول السلاس والمنطقة مغبة الإنزلاق إلى أي صراع أو إلى أي نزاع بشأن هذا المشروع التنموي الذي تريد مصر والسودان أن يكون لصالح الشعب الإسيوبي الشقيق ولا يضر بهما نعم نتابع من حيث انتهيت سيدة أسماء نعود أيضا إلى ضيفي السيد خالد الفكي سيد خالد ماذا عن الوساطة الربعية التي اقترحتها السودان في سياق ما تفضلت به السيدة الحسيني أيضا من المتوقع أن يكون هناك تحرك في الأيام المقبلة نعم هذه الوساطة الربعية التي اقترحتها السودان هي أتت من خلال نظرة السودان إلى أن أسيوبيا الآن ابتدت تراوق في هذا الملف وتحاول أن تكسب الوقت هنا وهناك حتى دخول شهر يونيو لشروع في خطوات المل الثاني فبالتالي الآن هناك تحركات بدأت فقبل أيام كان الوفد السوداني في الأمارات العربية المتحدة وناغش يعني الأجندات المقترحات التي يمكن أن تكون وعلى أعتبار أن الأمارات هي وسيط رئيسي في هذا الأمر أيضا الآن هناك المبعوث الأمريكي والمبعوث الأوروبي اتحاد الأوروبي في الخطوم ودخلوا في مفاوضات مع القيادة السودانية سواء كان على مستوى الليان الفنية المتقصصة في وزارة الري أو الليان السياسية أو حتى الليان الأمنية والاستقباراتية فبالتالي أعتقد أن هذه التحركات السودان الآن يجرب تماما أن هذه الوساطة يمكن أن تدفع بهذا الملف إلى الأمام يمكن أن تقدم اختراقات حقيقية في هذا الملف يمكن أن تفتح مسارات لعل سيوبيا تزعين وفيما يرى البعض أن بعض التصريحات خاصة التصريحات التي أطلقها الرئيس السيسي هي يمكن الآن أن تقود إلى المنطقة بأسرها إلى الانزلاق إلى مخاطر أخرى فبالتالي الآن لا خيارة لأسيوبيا سواء النظر إلى هذه الوساطة والاستماع للمقترحات والحوار عسى ولعل هذا الملف ينتهي في أسرع وقت خاصة كما شرت الأستاذ أسماء أن التفاوض الآن يستمر منذ عشر سنوات وكل مرة أسيوبيا تراوق وتدور في حلقات مفرغة أنا الأوان أن تكتمل هذه حلقات التفاوض وأن يضغط كافة الوسطة خاصة المجتمع الدولي على أسيوبيا وإجبارها على الاستماع والتفاوض مع كل من السودان ومصر وضرورة النظر عفوا المقاطعة ولكن وقت انتهى قضية الحديث وطبعا لهذا الكلام بقية حيث أن الملف مفتوح على كل الاتجاهات نشكر لك هذه المشاركة معنا من الخطوم الصحفي والمحل السياسي خالد الفكي كما أتوجه أيضا بالشكر موصول إلى سيدة أسماء الحسيني مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية رفقتنا من القاهرة شكرا جزيلا لكما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلنت هيئة قناة سويس أن العدد الإجمالي للسفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم الأربعاء بلغ 81 سفينة وأكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أكد أن القناة تعمل على مدار الساعة لتعامل مع تكدس السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة الحويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر يأتي هذا بينما كشف القبطان سيد شعيش مستشار هيئة قناة السويس عن تفاصيل حول التحقيق بشأن حادث جنوح السفينة أفر جيفن قناة السويس مشيرا إلى أنه سيترأس تحقيقات حول الحادثة والتي تبدأ اليوم الأربعاء كما أشار أيضا إلى أن التحقيقات ستكون على الملأ لأنها قضية عالمية وأوضح أن التحقيق سيتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوح السفينة كما ذكر مستشار هيئة قناة السويس أن التحقيق يتم حول المعدات التي تمتلكها السفينة وهل استخدمها قائد السفينة قبل جنوح السفينة وأضف مستشار هيئة قناة السويس أن السفينة إذا رفضت الاستجابة لتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين وللمزيد ينضم إلينا من مدينة الإسماعيلية عبر الهاتف القبطان فريد رشدي كبير هيئة قناة السويس أهلا بك حضرة القبطان كبير مرشدي أهلا بك برفقتنا إلى هذه الساعة الإخبارية طبعا هناك الكثير من التساؤلات التي تطرح حول سفينة الحاويات التي هزت صناعة الشحن اليوم تبدأ التحقيقات بشكل جدي ما هي الأطراف المشاركة بهذه التحقيقات أولا سيد فريد هل تسمعوني سنحاول الاتصال مرة جديدة بالقبطان فريد رشدي وسنعود إليه في حين جهوزه وجهوز هذا الاتصال كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي عن تسلم واشنطن مبلغ 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات السفرتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998 والمدمرة يو اس اس كول في العام 2000 إضافة لحادثة مقتل عامل الإغاثة الأمريكي جون جرانفيل في العام 2008 وأيضا ثمن البيان جهود الخرطوم البناء على مدار العامين الماضيين للعمل على تسوية هذه الملفات العالقة مؤكدا على أن هذا التطور يسمح بطيل ماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين مرة جديدة نعود إلى حادثات السفينة Ever Given حيث ينضم إلينا من مدينة الإسماعيلية عبر الهاتف القبطان فريد رشدي كبير مرشدي هيئة قناة السويس أهلا بك سيد فريد مرة جديدة معنا كنا قد فقدنا الاتصال بك هناك الكثير من التساؤلات حول هذه الحادثة أولا من هي الأطراف التي ستشارك بهذه التحقيقات خصوصا وأن اليوم يبدأ العمل بهذه التحقيقات وبالنسبة أيضا للخبراء تفضل هو حضرتك الأطراف التي تبقى في التحقيقات دي يعني عادة طبعا فيه لجنة من هاي فانسسويس مجموعة تزعى للتحقيق طبعا مجموعة محترفة في هذا الشأن يعني قصص التحقيق في حادثة السفينة جنوح السفينة وطبعا يجي من ممكن الشركة المالكة أو كده بتحقق برضو معاها وطبعا شركات تأمين لازم قال لهم حضور في هذا الموضوع هما اللي هيصعوا هذه التعويضات حضرتك فده الوضع اللي هيحدث يعني بالنسبة طبعا حضرتك للموضوع الجنوح نفسه بتاع السفينة دي فطبعا الشركة المالكة للسفينة وشركة تأمين هم مشغولين عن دافع أي تعويضات بالنسبة إذا كان لقناة السويس أو إذا كان إذا كان أي يعني دامج حصل في قناة السويس برضو هم اللي هتكفلوا به طبعا وطبعا انتظار السفن نعم نعم أو يقاف حركة ناحية القناة السويس كل ده هيخش فيه موضوع يعني بحث التعويضات اللي هتتم إن شاء الله يعني هل سيكون هناك من أفق زمني لهذه التحقيقات سيد فريد لا والله حريقة يعني يعني طبعا فيه يعني أفق زمني متوقع لكن أفق زمني ذا بيطول أو يقصر طبعا لل اللي هتيجي هتفتش على السفينة هتشوف الموقف إيه ولا هتخش فيه يعني قضية طوية الأمد ولا هتتحل أنطرية هذا التحكيم يعني اللي يحدث فطبعا برضو ما نقدرش نتنبأ قوي بفترة إنهاء المشكلة دي الحقيقة يعني نقطة أخرى يعني أود أن أسألك عنها سيد فريد رشدي بالنسبة للسفن التي كانت وراء هل يعني هل تتم مواصلة تفويج هذه السفن معلش فان محريف دوي السفن اللي خلفها التي كانت معطلة يعني من 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 الأبحار حضرتك الحمد لله جميع السفن معطلة هنا في قناة سويس بتسير بخطة سريعة جدا جدا قناة سويس فيه إنهاء هذه المشكلة وتفريغ قناة السويس والمواني بتاعتنا من الشمال بورسعيد ومن جنوب السويس فيه إنهاء عملية تعبورها القناة السويس تباعا والحمد لله إحنا يوميا النهاردة بنحقق أكتر من 66 ل70 سفينة يعني بتعبر يوميا لإنهاء المشكلة الإخلال يعني عديد إن شاء الله الموضوع ده يعني سيكون منتهي إن شاء الله خلال يعني متوقع الإسبوع ده إن شاء الله على كل حال سنكون في متابعة لحيثيات هذه التحقيقات نشكر لك هذه المشاركة معنا من مدينة الإسماعيلية عبر الهاتف القبطان فريد رشدي كبير مرشدي هيئة قناة السويس شكرا لك إلى إعلان الخارجية الأمريكية عن تسلم واشنطن 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات السفرتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998 والمدمرة USS Cole عام 2000 ينضم إلينا من الخرطوم السيد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أهلا بك سيد أشرف برفقاتنا مع قناة الحدث في هذه الساعة الإخبارية هل اليوم بدفع هذه التعويضات من السودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى المتضررين هل سيؤدي إلى إغلاق هذا الملف بشكل كامل ومن دون عودة يعني بالتأكيد بهذا يكون السودان قد قطع شوطا جديدا وإن فتحت علاقاته بشكل كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي معلوم أن رفع اسم السودان من غائمة الدول الرائلة للإرهاب ظل يؤرق الشعب السوداني وظل يؤرق علاقاته الخارجية وغفل أمامه حتى المغاصة البنكية العالمية بهذا الإجراء الرسمي بالفعل ستكون انفتحت كل الأبواب الاقتصادية على السودان ربما يكون هناك بعض المسائل التي كانت تتعلق بضحايا 11 سبتمبر ولكن كما ذكر رئيس مجلس الوزراء السوداني بأن هذه القضية لن يكون لها أي تأثير في المستقبل هل يعني أن السودان أمام صفحة جديدة وما هو مردود مثل هذه الخطوة على السودان بالتأكيد مردودها كان هو فيما يتعلق بالغرض التجسيري الذي قدمته الولايات المتحدة الأيام الفائتة وهو حوالي مليار فاصل 15 دولار وهو كان يفيد في مسألة ما يتعلق بديون السودان أو متأخراته للبنك الدولي وهذه المتأخرات من شأنها أن تضع السودان بأنه يستحق إعفاع حوالي 8 مليار دولار من جبلة 60 مليار دولار من ديونه باعتبار أنه من الدول الفغيرة المضغلة بالديون وبالتالي يغعى تحت منظومة الهيبك إذن هناك تحولات مهمة وأساسية نتيجة هذا القرار ونتيجة قبول هذه التعويضات ونتيجة رفع العقوبات بدأ يتنسم السودان الآن منها كثير من الخطوات الجيدة فيما يتعلق بإنعاش اقتصادي من جديد خاصة أن الاقتصاد قد تدهور وكاد عن الانحار بسبب خطل سياسات النظام البيت الذي كان يترأسه المخلوع البشير نعم في هذا السياق أيضا يعني أتوقف عند كلام سيد حمدوك رئيس الحكومة الذي قال برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب يفتح الباب واسعا أمامه للعودة إلى العالم ماذا يعني بهذا الكلام السودان كان لا يستطيع أن يحظى بحتى منح وتبرعات من الدول الغربية لأنه كان مصنف من الدول التي تنشط في الإرهاب وكان يعني رعاية أو كان مواطنون هذه الدول يرون بأن أي دولة تنشط في إطار الإرهاب لا يمكن أن يدفع له حتى من ضرائبهم أو أي هبات أو أي تبرعات الآن السودان أصبح هو محط أنزار العالم أجمع وهناك مؤتمر للسودان للاستثمار ينعقد في باريس وكان هو مؤتمر آخر لأصدقاء السودان ينعقد في السعودية وقبله مؤتمر ينعقد في ألمانيا وغيرها من المؤتمرات المختلفة التي تؤكد أهمية السودان بالنسبة للعالم معلوم أن السودان الآن هو دولة محورية وهو بوابة الدخول إلى أفريقيا فضلا عن أنه يتكي على حدود مهمة في منطقة ذات أهمية بالنسبة للعالم وهي منطقة فضلا عن أن السودان به كثير من المواردة الذاخرة التي يحتاج العالم أن يتعامل معه في إطار المصالح التجارية إذن الآن بعد التحول الذي حدث في السودان هذا ما يعنيه رئيس مجلس الوزراء بعد هذا التحول الأخير بفعل السورة وتطلع نحو الديمقراطية بعد الحكومة الانتقالية ونهاية أمدها هذا يعني أن السودان يمكن أن يستفيد من كل هذه التحركات المحكمة لأنه تحول إلى وطن أفضل بما كان عليه في السابق في سياق ما تتفضلت به سيد أشرف إلى أي مدى يمكن القول اليوم بأن السودان يتخلص من تركة النظام البائد تحديات يعني سمة تحديات كبيرة تواجه حكومة عبدالله حمدوك والعلى أولها المسائل المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية الحكومة فيما يتعلق بطار برنامجها الآن نضحت في تحقيق سلام جزئي وواحد من الأوليات المهمة نحو تحقيق الاستغرال المستدام بعد إزاحة نظام البشير ولكن لا زال أمامها تحدي فيما يتعلق بالملفة الاقتصادية وهي تأمل في أن تحذو عن طريق هذه الإجراءات نحو الحلول الأساسية والحلول الأساسية هذه تحتاج إلى صبر من الشعب السوداني وتحتاج إلى طبرعات وهبات من الأصدقاء ولعل ما تقوم به من جهود الدول الإغليمية خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وبعض الدول العربية الأخرى كله يسهب في هذا الجانب لمحاولة انتشال وهدة السودان من تدهور اقتصاده الحالي والخروج به إلى مصاف الدول التي من المفترض أن تكون من الدول في مصاف العالم الأول هل يعني أيضا سيد أشرف تبزل وإن كانت هناك تحديات حقيقية هل يعني سيد أشرف عودت السودان إلى النظام المصرف العالمي قريبا نعم هناك بعض المسائل المتعلقة بالجانب الفني والجانب التغني تحتاج إلى معالجات بالنسبة للمصارف السودانية حتى التواكب المصارف العالمية هناك أيضا بعض القوانين فيما يتعلق بقوانين الاستثمار تحتاج أيضا إلى تغييرها ومعالجتها بمعنى أن الخرطوم تحتاج الآن إيجاد مناخ جديد بدلا عن المناخ اللاهب السابق حتى تستطيع أن تجذب نحوها المستثمرين وتستطيع أيضا أن تعالج هذه الإشكالات المتعلقة بالجانب المصرفي حتى تستفيد من هذه الخطوات المتسارعة الإيجابية نحوها من كل دول العالم مع هذه الخطوات الإيجابية التي تفضلت بها نشكر لك هذه المشاركة معنا من الخرطوم السيد أشرف عبدالعزيز رئيس تحري صحيفة الجريدة شكرا لك لاجئون كثيرون فروا من سوريا بسبب الحرب لكن مع طول أمد وبعد المنافي يشعر اللاجئون بالحنين إلى سوريا بعضهم يحن خاصة إلى العدالة هذا شأن عائلة أبو حسن حلبية حيث روى أبو حسن للعربية الحدث جزءا من شهادته على جانب من مذبحة حماء في العام 1982 رواها كأنها تدور أمامه الآن قضية ضحايا الحرب في سوريا تمثل أحدى القضايا الرئيسية في مساعي الحل السياسي نتابع يعني دخل على مدينة أبرياء اللي قاتلوه اللي قاتلوا للنظام 242 واحد تهدم مدينة مشان 242 شخص قصدت بيت أبو حسن حلبية بحثا عن معنى الحنين إلى سوريا لدى عائلة مقيمة في بلجك منذ عشر سنوات فوجئت برواية تقطع النفسة ينقلها أبو حسن الشاهد على مذبحة حماء قبل أربعين عاما يرويها كأن ما تحدث الآن أمام عينيه جابوا 75 شخص لموهم من البيوت مطلعوهم أطفال يعني من سن الإدعى السنة لسن الخمسين وحطوهم بالدكانت والدي وحرقوهم بالكمون فأنا شاهد عيان وعبشوفهم من وراء الأبا جور أبو حسن والبعض من ذويه قدموا شكاوى إلى محكمة سويسرية ضد النظام السوري وخاصة ضد رفعة الأسد قائد صلايا الدفاع في حينه خلال أربعين عاما تنقل أبو حسن من سوريا إلى الأردن ثم إلى العراق وأخيرا إلى بلجيكا حكيت لبعض الناس ونصدموا يعني بالنسبة لهم هالشي بالأفلام أفلام الرعب بالنسبة لهم ما في هالشي بالحقيقة بس نحن سمعناه ومن أقرب الناس لنا فبنعرف أنه هالشي موجود بالعالم النظام السوري اتهم الأخوان المسلمين بتنفيذ مذبحة في صفوف طلاب الأكاديمية العسكرية بحماء العام 1982 رد عليهم بتدمير جزء من مدينة حماء فوق رؤوس أهلها روايات لا تترك مجانا للحنين سوى التطلع للعدالة ردين الفريد الحدث بروكسل دخلت كاميرا الحدث إلى مصنع إنتاج لقاح فايزر بايونتاك ضد فيروس كورونا في مدينة ماربرغ في ألمانيا بعد أيام على حصول المصنع على التصريح ببيع الجروعات المنتجة هناك المصنع وهو الثاني في أوروبا لإنتاج هذا اللقاح لديه القدرة على إنتاج مليار جرعة سنويا وهو يعمل على مدار 24 ساعة في الأسبوع داخل هذه الغرفة الخطوات الأولى لإنتاج لقاح فايزر بايونتاك كاميرا العربية تمكنت من دخول هذا المصنع الجديد في ألمانيا التابعي لشركة بايونتاك والذي حصل على ترخيص البيع من وكالة الأدوية الأوروبية قبل أيام فقط ليصبح ثاني مصنع للقاح في أوروبا ولكن حتى قبل حصوله على الترخيص كان إنتاج اللقاح قد بدأ في هذه الغرفة وانتج من هنا ست حزمات من اللقاح كل واحدة تنتج ثمانية ملايين جرعة الأشهر الأربعة والنصف الأولى كانت أشبه بسباق مع الزمن كان علينا أن نحقق الكثير في وقت قصير جدا الآن في المرحلة الثانية الأمر أشبه بالماراثون حيث علينا إنتاج كمية معينة إسبوعيا من اللقاح لنقلها للعالم المرحلة الأولى هنا تنحصر في إنتاج الحمض النووي الريبوز الرسول أو ما يعرف بـ mRNA حيث ينقل إلى الخلاط لتنقيته ثم يعبأ في أكياس كبيرة وينقل لغرفة أخرى في المبنى للمرحلتين الثانية والثالثة للانتهاء من إنتاجه بالنسبة إلي خلال حياة العملية هذا الابتكار هو الأكبر الذي شهدته لذلك جزء من التكنولوجيا المعتمدة كان قديمة إنما هناك جزء جديد كان علينا التدرب عليه ولكن إنتاج المواد البيولوجية عملية متشابهة وهذا يعني أنه من السهل تعلمها ولكن الابتكار الأكبر أنه يمكن إنتاج كمية كبيرة جدا في فترة قصيرة جدا العاملون هنا على إنتاج اللقاح يصل عددهم إلى أربعمائة شخص يعملون على مدار الساعة من دون توقف ودورة إنتاج حزمة من اللقاح يستغرق قرابة الستة أيام تنقل بعدها لفحص جودتها وتعبئتها في عبوات صغيرة في أماكن أخرى هذا المبنى خلفي هو ثاني مصنع في أوروبا لإنتاج اللقاح فايزر بايونتك من هنا ستتمكن هذه الشركة من إنتاج ما يقارب المليار جرعة سنويا ومنها ترسلها إلى دول العالم راغد بهنام الحدث من مدينة ماربرغ الألمانية وصلنا إلى ختم هذه الساعة الإخبارية من قناة الحدث يمكنكم متابعتنا على منصة توصيل الاجتماعي في سبوك تويتر ويوتيوب كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت إلى اللقاح اشتركوا في القناة